اشتركوا في القناة اسم إذا فهمناه علمنا عظيم فضل الله عز وجل اسم من أسماء الجمال لأننا قلنا سابقاً أن هناك أسماء جمال وأسماء جلال وهذا الاسم من أجملها إنه العفو اسم وصفة لله عز وجل العفو الذي يكرم عباده بعفوه فمهما أخطأ العباد فإن أمامهم رب الرحيم يغفر الذنب ويبسط يديه لكل سائل فتح أبوابه للسائلين وبسط يداه للسائلين وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وإذا أردت يا أخي الكريم أن تعرف عظمة العفو إذا أردت أن تعرف هذه الصفة العظيمة التي هي ذخر لك إذا أنت عشت على ما يرضيه ومت على ما يرضيه فانتقل معي إلى يوم القيامة ركزوا معي يا إخوة لكي نعرف عظيم صفة العفو من الله عز وجل في يوم القيامة أمامنا يوم طويل سيبدأ مجرد أن نموت يعني يمكن الليلة يمكن بكرة يمكن بعد سنة ما تدري ما بينك وبين القيامة إلا أن تموت بس هل الموت بعيد يا أخوان موت ما هو بعيد سأل الله أن يثبتنا قوله آمين وأن لا يعني يخذنا في ذلك الموقف لأننا محتاجون لله فلنرحل إلى الآخرة لنعرف معنى اسم العفو إذا كان يوم القيامة واجتمعت البشرية كلها وتخيل البشر كلهم يقفون في صف واحد في أرض المحشر ويأتي ربنا جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته قال عن هذا الأمر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم هناك سوف تنصب محكمة عظيمة محكمة الجنود فيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون والشهود فيها تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون والقاضي هو الله جل جلاله هناك سوف تنادى أنت بإسمك يا فلان ابن فلان قم فإذا وقفت أمام الله ثم قيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ففتحت الكتاب فإذا بك ترى كل أعمالك التي قدمتها هل تذكرون يا إخوة أين كنا قبل عشر سنوات قبل خمس سنوات قبل سنة وشهرين وأربعة أيام أين كنا لا ندري لكنه كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى فعندما نقرأ فإذا هناك أشياء كثيرة نحن نسيناها لكن الله أحصاه هناك كم نحن محتاجون لعفو الله ورحمته لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد هلك الذي يحاسب والله يهلك يا إخوة أما المؤمن فحسابه يسير ولما عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يكون الحساب قال إنه ليس الحساب يا عائشة إنه العرض أتعلم يا مؤمن إذا أراد الله أن يعفو عنك ماذا يفعل فيك يضع عليك كنفه ستره فلا يراك أحد إلا هو جل جلاله ثم يقول انظر إلى كتابك أتذكر يوم كذا وكذا يوم تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا وتجلس مع كذا وكذا تذكر ذلك الذي بعته وذلك الذي اشتريته وذلك الذي أكلته وذلك المجلس الذي جلسته تقرأ 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 حتى تكاد تهلك لأنه مصيبة ما تراه أمامك مصيبة فيه أشياء كثيرة أخطاء والموقف عجيب أنت بعينك شفت أبوك آدم لما ذهبت البشرية كلها تقول يا آدم اشفع لنا عند الله فقال إني أخطأت خطأا واحدا وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله فماذا سنفعل نحن ونحن نقرأ الكتب وهي مليئة بالأخطاء كم اغتبنا وكم كذبنا وكم وكم العفو أين هو عندما يقول لك الله عز وجل أنه رأى منك التوبة ورأى منك الصدق ورأى منك التوحيد ورأى منك الإنابة فأراد أن يتفضل عليك بفضله جل جلاله يقول أرأيت هذا كله لقد أبدلناه كله إلى حسنات عفونا عنك هذا هو العفو ما هي فرحتك يوم أن يقال لك خذ كتابك فتأخذ كتابك فتحمله بيمينك فتخرج للناس الذين أنت حجبت عنهم ما رأوك لأن الله سترك بسدره ثم تصيح فيهم وتقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي هذه فرحتك بعفو الله عز وجل هذا هو عفو الله لماذا عفو الله لأنه يحب العفو يحب العفو ولذلك افرح بربك وقل الحمد لله أني عبد لله وأن الذي سيحاسبني يوم القيامة هو الله لو قيل لك الذي سيحاسبك أمك أو ربك إذا قيل لك أمك ستطمئن فكيف بربك الذي رحمته وسعت كل شيء جل جلاله هذا هو العفو إذن يا إخوة الله عفو يحب العفو ويحب أن يتفضل على عباده ويحب أن يعفو عنهم ولذلك كان من أعظم وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر التي تشهدها الملائكة وهي خير من ألف شهر اللهم إنك إيش عفو تحب العفو فعفو عنه هذا أعظم دعاء لماذا؟ لأن ليس هناك أجمل من العفو أن يعفو الله عنك فيا أخوان الكرام هذا العفو تعلمه الأنبياء لما عرفوا هذا الاسم جعلوه خلق من أخلاقهم وأمثلتهم كثيرة نأخذ مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل فيه إخوانه يا إخواني؟ ألقوه في الجب ألقوه في البير لما ألقوه في البير ليش ألقوه؟ من أجل أن يموت صحيح؟ وهذه الرحلة بدأ آلامها منذ أن كان صغيرا ثم أخذ ثم بيع كما يباع العبيد وهو حر نبي كريم ثم بعد ذلك يكبر ثم يدخل السجن ثم يبتل في دينه ثم تبتل في الشهوات مصائب خلف مصائب ومع ذلك لما تمكن ومكنه الله عز وجل وأصبح هو عزيز مصر يأتي إليه إخوانه فيعرفهم وهم لا يعرفونه فيقول لهم كريمة ما قال أنتم اللي فعلتم وأنا بنتقم الآن وهذه فرصتي وهذا الآن فرصة أن يأنتقم لنفسي العفو يكون عند القوي ما هو الضعيف؟ شوف الضعيف اللي ما يقدر أن ينتقسر لنفسه عندما يعفو ما هو مثل القوي أن ليقدر ينتصر لنفسه ثم يسامح يوسف هنا في مقاف قوة ولذلك قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ناسا تسامح لماذا لأنه يحب العفو محمد صلى الله عليه وسلم طرد من مكة أوذي رجم بالحجارة وضع عليه سن الجزور نهب ماله ثم بعد ذلك لما تمكن من رقاب أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقا عفى عنهم لماذا؟ لأن الله عفو يحب العفو الله سبحانه وتعالى عفو ويحب أن نتصف بهذا الصفة وهذا هو الإيمان يا إخوة ما هو الإيمان بأسماء الله؟ أن يكون لها أثر في حياتنا نحن نريد أن يعفو الله عنه فلنعفو عن الناس ولذلك لك في العفو ثلاثة أحوال الحال الأول إذا ظلمك إنسان أو أخطأ عليك إنسان أن تدعو على من ظلمك ما عليك حرج لو دعوت على لظلمك ما عليك حرج لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك شيء اسم دعوة المظلوم ولذلك لو دعوت ما عندك مشكلة لكن نأتي إلى قضية العفو والصفح والأجر ما فيه خلاص أخذت حقك انتصر الله لك انتقم الله لك من اللي ظلمك خلاص صرع عليك الأجر ما فيه أجر الأجر على العفو هذا الحال الأولى أنك تدعو فينتصر الله لك الحال الثانية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يعني السيئة جزاؤها سيئة مثلها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصرح فأجره على الله ما هي الحالة الثانية الحالة الثانية أنك تفوض الأمر لله لكنك تطالب بحقك تقول أنا ما راح أسامحك وبين وبينك الله عز وجل يأخذ حقي منك هذه الحالة الثانية هنا سوف يعطيك الله حقك لكن مقابل ماذا مقابل المظلمة أنت ظلمك مثلا بكذا تأخذ مقابله تأخذ مقابل المظلمة ذي حسنات هذان الآن هذه الحالة الثانية وهي حالة أيضا جائزة أنك تنتصر لنفسك الحالة الثالثة التي هي الصعبة التي لا يقدر عليها إلا الأصفياء من خلق الله أنك تقول أنا سامحته لله وأريد الثواب من الله لا أريد الثواب بمقابل هذا ماذا له اسمعوا لهذه القصة أحمد بن حنبل كان يجلد جلدا عظيما في فتنة خلق القرآن وفي آخر لحظات حياته قبل موته جاء أحد الجلدين الذين كانوا يقطعون الصياط على ظهره وطرق الباب وخرج عليه ابن الإمام فقال استسمح لي من أبيك واطلب من الإمام أحمد أن يعفو عني فقد ظلمته وأخطأت في حقه فلما دخل الإبن على أبيه قال يا أبتي هذا فلان الجلاد عند الباب يطلب منك العفو فقال الإمام قل له أني قد عفوت عنه لوجه الله لا أريد منه شيء لا دنيا ولا آخر فاستغرب عبد الله بن الإمام فقال كيف أبي بهذا البساطة فقال الله يا بني إذا كان يوم القيامة نادى منادي من كان أجره على الله فليقم أتعرف من هم الذين أجرهم على الله قال من قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله إيش الفرق بين الحالة هذه أن يكون أجرك على الله وبين الحالة التي قبلها أن يكون أجرك مقابل مظلمتك أيهم أكرم أنت أم الله عز وجل وأيهم أجزل عطاء أنت أم الله قد يكون عفوك عن هذا الإنسان سبب دخولك للجنة يمكن أعمالك كلها لا تعادل هذا العفو الذي خرج منك فهذا هنا جمال العفو ولذلك يا إخوة أبو بكر الصديق حدثت له قصة مع مصطح بن أثاثة مصطح هذا صحابي وحدثت اللي هي حادثة الإفك لما افتروا على عائشة رضي الله عنها مصطح فقير كان يصرف عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومصطح اتهم بنت أبو بكر اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الحرام فلما ظهر الحق وتبين أن أمنا بريئة أبو بكر اتخذ موقف كلنا نتخذه قال والله لا أتصدق عليه بعد هذا اليوم خلاص أنا من أولا تصدق عليك والآن تطعني في ظهري والله لا أعطيك من الصدقة هل ننوم يا إخوان لا يلأ لأنه اتهم في عرضه لكن ماذا فعل ماذا قال الله أنزل الله آية قال ولا يأتل أول الفضل منكم والسعي يعني لا يحلف ولا يقسم أهل الفضل والمال أن يؤتئروا القرب والفقراء والمهاجرين في سبيل الله ثم قال إيش وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال والله أحب أن يغفر الله لي عفونا عنه وعفى عنه وأجر له الصدقة أيضا كما كان يجريها من سابقا لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يحب العفو فقدم مراد الله على مراد نفسه هذا الذي نريد في حياتنا فيا مؤمن يا مؤمن يا من ترجى الثواب من الله يا من قاطعت قريبك من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة يا من قطعت أخاك أو قاطعت أختك أو الأخت التي قاطعت أخوها من أجل إرث ظلمت فيه أو ظلم فيه إلى كل إنسان أوذي من الناس وظلموه وبهتوه فأخطأ في حقه إني أناديك وأذكرك بالعفو ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب الله؟ الله يحب العفو فأحب ما يحبه الله إننا إذا عشنا على هذا المنهج منهج العفو منهج الصفح منهج التسامح فإننا بإذن الله تعالى نكسب الأجور والثواب من الله عز وجل ليس من البشر ولذلك اسمعوا لهذا الحديث الذي فيه رسالة لكل إنسان يظن أن العفو مذلة لأن الآن إذا أردت أن تسامح يأتيك الشيطان ويقول لك كيف بس كذا تسامح وإن كرامتك وإن عزتك هذا يظلمك ويخطئ عليك ويفعله كذا بس تتنازل بكل سهولة وبساطة أنا قلت لك إما أنك تدعو عليه وهذا حقك أو أنك تفوض الأمير الله وهذا حقك أو أنك تتنازل عنه لله وترجو ما عند الله ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة قال والذي نفسي بيده يقسم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبد بعفو إلا عزة والله لا يمكن أن تعفو عن إنسان فيذلك الله تدرون ليش لأنك تركت مراد النفس من أجل الله عز وجل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إذن يا أحبابي العفو صفة عظيمة نحن نريد أن يعفو عن الله يوم القيامة فلنعفو عن الناس ونجعل هذا خلق خلق من أخلاقنا العفو يا إخوة من حسن الخلق وما هو أثق العمل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق يا إخواني كلكم تعرفون الحديث رجل يأتي به يؤتى به يوم القيامة فينظر إلى أعماله فيقال ماذا لديك من عمل فيقول ما كان عندي شيء لأنني كنت أعفو عن الذين أطلبهم كان يسلف الناس فلا يستطيعون السداد فيعفو عنهم أو يؤخر لهم فقال الله له نحن أحق بذلك منك فعفى الله عنه وأدخله الجنة بسبب العفو إخواني ترى ربنا كريم ويحب من عباده أن يتلاحموا وأن يتحابوا وأن يتعاطفوا فيما بينهم والعفو من أعظم وأجمل الصفات التي تدمجنا مع بعضنا وتجعل محبتنا دائمة مستمرة لا تنغط أيها الأخوة الكرام العفو كما قلنا صفة جميلة يحبها الله فلنجعلها في حياتنا في علاقاتنا ونبشر بالخير فإن من ترك شيء لله فإن الله يعوضه خيرا منه ومن أحب ما أحبه الله فوالله لن يخذر يوم القيامة والله لتأتي يوم القيامة قد يكون ربي يسترك بسبب سترك عن فلا ويعفو عنك بسبب تجاوزك عن فلا وإذا أتيت يوم القيامة وبدأ الله عز وجل هو الذي يعطيك الأجر فعلمني ما هو حجم أجرك ما هو حجم أجرك من عند الذي خزائنه لا تنفذ أبدا فأسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وأن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا إلى أن نكون من أهل العفو والصفح ختاما أقول يا إخوة أنه ليس كل عفو محمود كيف الله قال من عفى وأصلح فإذا العفو لن يجلب إصلاح أو صلاح فهنا لا يكون محمود مثل إيش مثل شخص مثلا صدم عمل حادث سيارة مثلا وأنت ممكن تسامح وممكن لا تسمح لكنك تعلم أنك لو سامحته سيصدم سيارة ثانية وثالثة لن يتأدب هنا العفو ليس محمود لأن العفو المحمود هو الذي معه إصلاح تدري أن هذا الإنسان لو عفوت عنه رح يتعدل ويصلح هنا محمود منك هذا الأمر والمذموم أن تكون أنت سبب في أذية الناس عندما تتمسك وتكون من شرار الناس إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم على النار كل سهل ولين وقريب من الناس شفت الصفات ذي السهل السمح هذا يحرمه الله على النار فكن سمحا كن سهلا كن لطيفا المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كن كذلك وأبشر بالخير من الله عز وجل أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يعيننا على ما يرضيه وجزاكم الله خيره صلى الله وسلم على نبينا محمد